السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم سنتحدث في الجزء رقم 6 من الشبطر السادس عن مواصلين الحديث أيضاً عن أنواع الإلكترو كيميكا الكوروجين تحدثنا في السابق عن الانترجنان الكوروجين عن الاستيريس كوروجين والآن سنتحدث عن الاكسجين استيريبيجن والجرافز كوروجين الاكسجين استيريبيجن الاكسجين استيريبيجن في الحقيقة هنشرحه من خلال المثال الذي أمامنا عندي كوروجين بيحصل في المنطقة المغطاب الماء إزاي؟ هذا مثلاً ده سطح من أسطح المواد الحديدية مغطاب الماء فهذه المنطقة التي أسفل الماء هي لو أكسجين وبالتالي تتصرف كما لو كانت آنود أما المنطقة الأخرى من الحديد فهي هاي أكسجين فتتصرف كما لو كانت كاسود هذه المنطقة تتصرف كما لو كانت آنود فتفقد إلكترونات أما المنطقة الأخرى فهي تكتسب إلكترونات ونتيجة لذلك يحدث نوع من أنواع الكوروجين كما نرى أما الطريقة الأخرى وهي الـ Graphs Corrusion عندما يتم عملية لحام أو joining between two metals كما نرى فأنه يوجد لا محالة شقوق ما بينهم شق أو جزء بسيط هذا الجزء محروم من الأكسجين تمام؟ وبالتالي يتصرف كما لو كان آنود أما الجزء الآخر فهو يحتوي على أكسجين أو معرض الأكسجين بشكل كبير فتصرف كما لو كانت كاسود في آنود وفي كاسود وفي آي أكسجين ولي أكسجين يبدي نوع من أنواع الـ Concentration Cell وعندي آنود وكاسود فتتم عملية الـ Corrusion تتم في منطقة الشقوق